السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة الكرة الزهبية مثل ما وعدناكم فيديو اليوم رح نحكي عن تشكيل المتوقع على مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الموريتاني مباراة العمر مباراة الفرصة لأنه نتأهل للدور القادم في كأس العرب ونصدم الجميع شبقوا صدمنا الجميع أمام المنتخب التونسي وكنا عم نقدم مباراة رائعة وأنا عندي يقيني وثقة باللاعبين وبنصور قاسيون أنه رح حققوا الفوز على موريتانيا نتأهل للدور القادم المفوضة تفاصيل فيديو اليوم بتمنى تدعموا لي الفيديو بلايك كومنت في عيز الجرس ولا عم يحضرنا ما اشترك مانا يشترك بقناة نحن دائما نكبر فيكم رسالة لللاعبين بتمنى تشاركوا الفيديو للأصدقاء لتوصل هالرسالة لللاعبين حابب قول رسالة لنصور قاسيون لأبطال قاسيون لللاعبين منتخبنا الوطني قبل ما نحكي عن تشكيل المتوقع بتمنى أنكم طعتوا كل شي عندكم بالمباراة نحن معكم كلنا معكم إن شاء الله وكلنا عم نحضركم وإيدنا بإيدكم ونحن كلنا روح وحدة ونحن نداع منكم صدقوني لمجرد أن يشوفكم عم تلعبوا أمام موريتانيا بروح عالي كل اللاعب عم يلعب بروح عالي عم يشوفكم عم تقاتلوا بأرض الملعب نحن معكم بالفوز وبالخسارة وما عنا مشكلة نخسرتوا المباراة أو ربحتوا المهم يشوف أداء رائع نفس الأداء اللي قدمتوه أمام تونس كونوا على ثقة وعلى يقين نحن داعمينكم بالخسارة قبل الفوز أهم شي تنزلوا على الملعب عندكم إيمان بنفسكم عندكم ثقة بنفسكم عندكم إيمان إنكم أنتم نسوق قاسيون إنكم أنتم عم تلعبوا لهالشعب إنكم أنتم عم تلعبوا لمنتخب الشعب منتخب سوريا الشعب وليس منتخب أحد الأشخاص بدنا نقول مبروك سوريا الشعب المنتخب ملك الجميع وليس ملك أحد يلي تفكر هالمنتخب ملك لشخص بيكونوا غلطان وإنتوا اللي بتفكروا إنكم عم تلعبوا لشخص معين بتكونوا غلطانين إنتوا عم تلعبوا لهالشعب إنتوا عم تلعبوا لهالشعب الفقير يلي عم يستنى فرحة فرحة بيستحق منكم فرحة صغيرة سنوات حرب وتهجير وظلم وقهر وفساد بيستهل منكم فرحة صغيرة إنه تأهلوا للدور القادم وبتعرفوا لو تتأهلوا للدور القادم سوريا ما رح تنام محافظات سوريا ما رح تنام الاحتفالات رح تكون للصبح رح تكونوا حققتوا فرحة طال انتظارها لسنوات البعدكم عبر قناتي قناة الكرة الزهبية اذا بتتفوقوا على المنتخب الموري تاني بتتعهلوا الدور تاني رح نغني كلنا سوا وبأيد وحدي وبروح وحدي بكتب اسمك يا بلادي عشمس المابتغي لمالي والأولادي على حبك ما في حبيب سر من الجميع والله انا عدت الفيديو مرتين حتى ادارت تكمل غنية انا احني شعب شعب سوريا العظيم مستاهل فرحة اهرتنا سنين والغربي وانا عم احكي وجع الجميع ان انا بالمانيا غربي سبع سنين الله يفرج يا رب خلينا شوف تشكيل المتوقع يعني بالنسبة الى ان المنتخب هو الروح من الاخر يا رب خلينا شوف تشكيل المتوقع انا بتوقع ان يكون بحراسة المرمى خالد حاج عثمان ليش خالد حاج عثمان حضرنا الاستوديو التحليلي خالد حاج عثمان كان عم مرة 29 تمريرة الهجمي عم تبلاش من خالد حاج عثمان يعني ما في تشتيت للكرة نفسه عم يشوفه مع براهيم عامي بالنسبة للدفاع يعني بتمنى ان يكون خالد حاج عثمان خلينا نريد على خالد حاج عثمان كان عم تصدى لأربع كرات او ثلاث كرات كانت ممكن لو العالمي موجود ان يتلقاها اهداف كان عم يبلاش دائما كل هجمي عم تبلاش من خالد حاج عثمان ما في تشتيت للكرة بأيدي او بأجرة يكون يوسف محمد كرومة لانه كان يقدر اداء ممتاز عجهة اليمين بتمنى و بتوقع يكون مؤيد الخولة عجهة اليسار صه صه صهيونة والله لنحطك بعيونة بتوقع عجهة اليسار يكون الصهيونة روح قتالية عالي نصر في ارض الملعب بالنسبة لخط الوسط محمد العنز تحياتي محمد العنز محمد العنز كاسيميرو ريال مدريد محمد العنز طفل رح يكون لها جنب محمد عنز بعتقد رح يكون كاسكاو اذا محمد عنز كاسيميرو ريال مدريد فكاسكاو مين رأيكم رح يكون كروس كاسكاو كروس ريال مدريد بالمنتصف او لاعب ثالث متقدم منتصف ملعب يكون محمد عثمان عجهة اليمين يكون عمر الجنيات لانه عمر الجنيات كظاهير كان عم أقدم مباراة خيالية عجهة اليسار يكون المواس في حال كان المواس جاهز نعرف ان المواس وصل النار لاحد الصبح الى بعثة منتخبنا السورة وممكن ان يكون جاهز في حال ما كان جاهز يكون ورد السلامي يعني اليسار يكون اما ورد السلامي او المواس خيار عن تيتا والمواس ليس طاوز قلب الهجوم بتوقع يكون محمود البحر ان شاء الله بيكون محمود البحر هاي التشكيل المتوقعة يعني انا برأي انه هيك بتكون هجومية ممكن اذا حبي يغامر ويبلش المباراة هجوميا ممكن تيتا يستبدل عمر الجنيات بالريحانية بما انه الريحانية عنده دافع هجومي اكتر ممكن المواس يكون اساسي ممكن يكون ورد السلامي بالنسبة الاربعة بخط الدفاع مؤيد الخولي يسوف محمد كروما الصيوني باعتقد انه ما رح يتغير رح يضلوا عطول بما انه خط الدفاع ممتاز حراس المرمى بكل تأكيد رح تكون خاد الحاج عثمان وانا بتمنى لانه اكيد تيتا مدرب اجنبي مدرب فهمان فهو شاف انه بالمباراة الاولى اه تلقينا هدفين عن طريق العالمي انا حكيت انه العالمي ما بتحمل مسؤوليت الهدفين مية بالمية بس ممكن لو حارس بيتقلق بالعادة ممكن انه تصدى لكرة من الكرتين العالمي هذا الشي معميع لو دائما بتستداد عنده مشكلة بالنسبة للمنتخب الموريتاني المنتخب الموريتاني احذروا فخة موريتانيا احذروا فخة موريتانيا ولكن لاعبان منتخبنا الوطنة انه لا تققي في الفخ والمنتخب التونسي المنتخب التونسي تزيل امام السوري انا المنتخب التونسي انا الربحان дивischer المباراة من منتخب السوري الماث جوانasyللان من السورosis انهم تقتر habían hice 2 صفر فتمنى انك تحترم موريتانيا احترم موريتانيا برواء أو حنكي ما تستعجلوا الهدف رح يجي رح يجي شفنا الإمارات أمام موريتانيا بداية 93 كان عم تفوقوا كان عم تفوقوا موريتانيا ما كان عم فقط عم يدافع فنزالك بتمنى من نصور منتخبنا السوري انوا بالروح بالعزيمة انتوا قادرين انكم تتفوقوا على موريتانيا وقادرين انكم تسعدوا ملايين السوريين رح تكون فرحة العمر فرحة ما رح ننساها قولوا يا الله قولوا يا رب تتوقع لها المباراة فوز منتخبنا الوطني بهدفين أو ثلاثة هدف مقابل لشيك تقولوا بكومنت وقعدكم بالتوفيق يا رب يا رب لنسور قاسيون كلنا ايد وحدي يروح وحدي يا رب مع نسور سوريا بتمنى دائما تدعموا منتخبنا ونكون ايد وحدي منتخب فوقه الجميع يا رب يا رب منتوفق اهم شي نسجلي بشكل مبكر وما نتأخر بالتشجيل حبيت تقول بهالفيديو ندعم منتخبنا وانشاء الله بعد المباراة رح نبارك للمنتخب ورح نغنى بكتب اسمك يا بلادي انشاء الله يا رب بكتب اسمك يا بلادي ما لا اي شخص للشعب السوري نحن هم مع المنتخب السوري شعب سوريا شعب سوريا العظيم من هذا الفيديو اليوم دعموا للفيديو بلايك كومنت فعي زر جرس ولا عم يحضرنا وما اشترك اتمنى اشترك بالقناة بتمنى دائما نظلوا على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة